عزيز المشاهد يوم القيامة يوم مش يدخلوا للجنة يوم مش يدخلوا للنار صبر لحظة اتهم بوش يقول لك وين مش يدخلوا يوم القيامة كما نعرفو مش يتحاشبوا على عمالنا اللي عنده سيئات مش يدخل الجهنم ولي عنده حسنات مش يدخلوا للجنة والله هم جنة مجنة انا وانتم جميع امواتنا المسلمين قولوا امين بعد ما نعديو على الصيراط المستقيم كما تعرفو المنافقين والكفار بشي عبطوا جعيم يعني بشي يفشلوا في الصيراط المستقيم وفي جهنم نعرفو شي ادي واللي بشي عدي الصيراط مهما كانlali الصيراط مشيعديه انت والاعمال بشي عديه بالسياسة بشي عدي anteيرون شاعيين بشوية شوية الفما انت واحسناتك انت واعمالك وفا النهاية twins نوصلوا للجنة ان شاء الله بتكون م circuitا الجنة. شباب اه فما ناس مش يكونوا في النصف. لا هم مش يتيحوا في النار ولا هم مش يدخلوا للجنة. يش كونهم? هاني مش يقول لك. هذو ما يسمون باهل او قوم الاعراف. الاعراف هو صور عالم ما بين الجنة وجهنم. ما بينه حاجب. كما قال في القرآن الكريم بعد باسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حاجب. ما معناه بينهما حاجب يعني ما بين الجنة والنار حاجب اللي هما هوني في الوسط كما قاعدين اه كما قاعدين الاعراف. ينظروا علي مين يارو الجنة يقولوا سلام عليكم؟ ينظروا على اليسار يارو جهنم يقولوا لا تجعلنا من قوم الظالمين. وكما ورد في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم طميعون. يطمو يشب يدخلوا للجنة. يشب يدخلوا للجنة. يراو في النعيمي يراو في الناس الفرحانة في الجنة يوف Ordei seller يارو الجهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يعني يدعيوا الرب بيش يكونوا ما همش من القوم الظالمين اللي هما أهل جهنم إنه رحمة ربي سبحانه وتعالى يجي بعد يدخلهم للجنة نعم رحمة ربي واسعة معناها منضم قطوش من رحمة ربي عليش ديما نقولوا إحنا منضم قطوش من رحمة ربي خطر رحمة ربي واسعة وإن شاء الله نكونوا من أهل الجنة كما قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم كما قال بسم الله الرحمن الرحيم أهلاء الذين أقسمتم لأنانهم الله برحمتي أدخلوا الجنة ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يعني رحمة الله سبحانه وتعالى هنا يصلنا نهاية قصة اليوم قصة بسيطة أول مرة نعمل قصة كم ناذية إن شاء الله تكون عجبتكم القصة لا تبخلون عنيون باللايك والاشتراك وإذا كان كونت كومنترات ودعمكم حافظ وإن شاء الله بحول الله باش نزيب لكم مزيد من القصص مهما كانت قصص دينية أو قصص دنيوية أتمنى أنكم أعجبكم المقطع أشوفكم في آمان الله تصبحونا على الفخير صراحة أول مرة نحكي في موضعك من هذه حسيت روح يمرتبك وحسيت روح يخائب شوية لكن إن شاء الله بحول الله من قصص لقصص ونتعود على المحتوى ذا أشوفكم في آمان الله تصبحونا على الفخير ومع السلامة تصبحونا على الفخير